ايوه مظبوط. مظبوط زي ما انت قررت عن هون الفيديو كده. انا بقى طالب باقالة جوزيجو ميز. اه جوزيجو ميز ما بقالوش غير ثلاث مباريات. هيقول لي تعادل مطش وكسب مطشين ده حتى ما اخسرش يا رجل مش عايز تدي له فرصة عايز تطالب باقالته دلوقتي. تاني. وبقوله وبعيد. وبقول من بدري عشان بعد كده. لما كنت بتكلم على كل الموديلين الفانيين اللي جمه. كنت بتكلم معاكو بما يرضي الله. وبقول يا جماعة. الزمالك بحتاج مدرب احسن من كده. مدرب افضل من كده. كنت عرض في الاول تقوله. لأ ما ينفعش ما تقولش كده. هو الراجل اللحي. هو الراجل مش عارف ايه. الراجل ده كويس. ادينه فرصته. في الاخر بعد بيمش تقول لي استدق انت كنت صح. سينا معلم كنت صح. معلم وظلمنك. يا جماعة تاني. انت جبت الصفقات اللي انت محتاجها. المفروض انت محتاج حد تاني. عشان بس تفهم يا جماعة الله رضي عليكم. الله رضي عليكم بالراحة. انت كزمالك محتاج صفقات تانية. يعني انت عندك كتير حراس مرمى من افضل حراس المرمى في مصر. عندك دلوقتي جايب ناس لدرجة انك بتستبع للصفقات الجديدة كمان. انت جبت زغابة. جايب زغابة. والمدير الفني بنفسه بقولك ناصر منسي افضل مهاجم. وانا هخليه افضل مهاجم الفترة الجاية. عشان بس احدش اقول له اصلاحنا محتاجين مركز مهاجم ماسيف الجزيري وناصر منسي ومش عارف ايه. الوينجات حد سوالحرج. عندك ميت وينج. نص الملعب عندك ترسانة نص ملعب. بكى ملي وبكى ما انا لديك كل م HQ. التق帶 ايه نقصك ثاني. يمكن تلعب نادي الداخلية المركز السبع تشر على الدوري. ثاني يمكن تلعب نادي الداخلية المركز السبع تشر على الدوري. لانيا عندما الاهل يكسب المعدة المحلة لمكان ما يوم شف Theater واحد. اعتبرته الذي عنّا تلك النار لد nasled المحله وعلى القاله أجمد من الدخلية بلدية المحله كمدرّب وكفريق أجمد من الدخلية وهي لعيبة أثقل من لعبة الدخلية ت обяз았습니다 على بركز 17 ،intelligible 2 & 3 فاللاعبةватه في رياية الداخلية وانت عندك على الدكة وعندك في الفرقة الاساسية تشكيلة الاساسية لعيبة انت مش عارف تلاعب مين من كتر اللعبة اللي عندك فايه الحجة اللي فاضلة افهمها بالله عليكم افهمها عشان ما يجيش حد يقولي لا يا معلم انت ظالم الفريق واحنا مش عارف ايه واصل مش عارف مين تحرك ايه وعمر جابر جاب الجنة اللي ماتفق الف التدريب يعمي يجيبه ولا ما يجيبوش يعمل الحمد لله على تلات نقطة فضل وعادل من ربنا احنا مركز 11 تقريبا ماشي فاضل لسه ماتفقين ولا مش عارف تلاتة مؤجرين ولا اتنين تقريبا معرفش مش فارقة معها دلوقتي لان انا انا مش مبسوط من المدير الفن الجديد ومش شايف تغيير في الاداء واحد هو ده الزمالك عامل شوت تاني اسطوري يا حبيب قلبي ما هو انت بتلعب مين هو انت بتلعب الاهلي يعني انت بتلعب الاهلي ماشي هزبر على المدير الفن الجديد حاضر يا عام انا غلطان يا عام الراجل اللاعب تلات ماتشات اتعادل ماتش وكسب ماتشين ماتشة بوسليم كسبه وماتشة داخلية كسبه واول ماتشة جيت عادله حق زي الفول حاضر الراجل سجله رهيب انا بقول لك من البداية بقول لك انا جاي لك من المستقبل بقول لك احنا هنقع واقعة مش طبيعية مع المدير الفني ده وتيجي في الاخر تقول لي ايوة صحي صدق كنت صح يا معلم فليه فليه من الاول ما انا قلت ميت مليون مرة وبعض وعيد وزيد في ام الفيديوهات اقول لجماعة السي في بتاعه ما ينفعش السي في بتاعه مش تقيل السي في بتاعه قليل جدا اقرر الارقام تاني عناية حاضر عشان الناس اللي ما شفتنيش قبل كده في موضوع الارقام ده المدير الفني جوزيجو ميس قبل ما جئه للزمالك 389 مباراة لعبها كسب 142 مباراة خسر 161 مباراة تعادل 89 مباراة اخر نادي تولى قيادته قبل ما جئه للزمالك نادي برتغالي لعب معه 6 مطشاط خسر الـ 6 مطشاط جاب 5 تجوان ودخل في مرمات 23 جون شغلان توكت ايه معظم اوقات حياته مخطط احمال بقى بعد كده مدير فني ما عنديش مشكلة ممكن يبقى راجل وسقوى التوكتوك بقى مدير فني واخد شهدة على دماغي من فوق مهندس وبقى مدير فني واخد شهد على دماغي من فوق نجر واخد شهد التدريب� وبقى مدير لفني على دماغي من فوق لكن الكلام ده جماعة انت تعايКتَ YOU'REищ مدير فني لنادي الزمالك نادي الزمالك اللي هو من اكبر انديهات افريقيا فأزهر بالمظهر ده النهاردة قدام نادي مركز 17 مع كامل احترامي للجميع والناس تاني بكرر اللي كانوا بيترياوه على الهولك الاهل يكسب 5 فرحانين بيه ده كانوا بلعب بلدية المحلة انت هتأفور يا اخي انت بتأفور في كده ليه دهما كنت بعمل فيديو بتاع 5 واحد بتأفور ليه يا عم ده لعب بلدية المحلة يا عم وكسب 5 واحد قال بلدية المحلة احسن بلدية المحلة اقوى والدية المحلة مدير الفني بتاعها احسن لعبتها افضل والاهل اللي عمل حفلة حفلة لكن واحد صفره كنت تتعاقي يعني اللي جون عمر جبريكت وتتعادل هتتعادل وتبقى فيه تاني نقاط عمال تتروح منك نقصين احنا كل ده ونس تقول ليه هو انت ليه مقفور وخاف من مطش الاهلي ومتمانية تلاتة كده ومال مفروض ما خافش يعني يا معا بالمنطق قالوا مفروض ما خافش من مطش الاهلي مفروض عادي يقول لك لا يا عم اهل يا عم اهل يا نكسبه نكسب مين نكسب مين بالمنظر ده ازاي يعني انا هتكلم بما يرضي لا المدير الفني اه ليه عذر لسه جاي جديد ما عنديش مشكلة جميل كل ده وسكر وشربط وحلوة اوي حلوة اوي بس التاني بكرر تاني بكرر اي مدير فني ليه دلالات اي لعب جديد ليه دلالات يعني انا مش من مؤيدين فكرة اصبر عن لعب جديد هيشتغل بعدها شارعينا اللي هو امتى بعد اربعين مباراة لا ادي له خمس ست مباريات هتقول لك اما انت ليه ما اديتش المدير الفني جديد للزمالك عشر مباراة زي ما اديتهم لكودر هقول لك ليه بقى انا بشجع الزمالك مش بشجع الاهلي يبقى انا لما شوف مدير فني للزمالك الفريق اللي بشجعه مش قادر يلبي طموحاتي كمشجع وكراجل على قد يا عم بحل الكرة قدم هزعل لانا ده فريقي اصبر عليه ليه انا مش قادر اصبر انا عايز انا فريقي ببيطير عارف ان مش منهم دي لابس انت معاك لعيبة كتير قوي ولعبت مطشط ودية وفي كل حد لكن الاهلي انا مش بشجعه انا بشجع الاهلي او اي نادي مصري في البطرات اللي برا الدوري المصري اللي برا مصري كاس افريقيا كاس عامل اندية لانا ده وجبي كراجل مصري اشجع كل ما هو مصري لكن انا الزمانك مصبرش عليه اصبر عليه بتاعي انا شايف المنحنة وحش شايف الاداء وحش شايف الفريق وحش شايف المدير الفني مضافليش حاجة جديدة شايف الصفقات الجديدة هو حتى ما بيستغلهاش الناس موجودة وخلاص وبدأ يقول لك اصلا مش مقتنع بياسر حمد انت جربته مش مقتنع بزياد كمال انت جربته مش مقتنع بموتيبة انت جربته وانت الحق يعني انت مقتنع بسامسون اكينيولا انت كمدير فني مقتنع بسامسون اكينيولا وابراهيم النضايق وتطلعوا باكليفت مقتنع بدول يعني شايف ان دول هما التوت فروت مفيش منهم اتنين ازاي يعني ما تعقلوها يا جماعة المدير الفني بيبان وبعدين المساعد بتاعك هو اللي بيدرر مش انت المساعد بتاعك بيقف اكتر ما بتوقف انت فين شخصيتك كمدير فني فين دورك المساعد اللي هو شباش كباده يطلع يزعق ويعمل ويدي له تعلمات يقول له اوكي اوكي طب انت بتخلي المساعد هو المدير الفني والإدارة جايبة لعيبة بتاع عشر لعيبة هم فين ابحث معايا وقالك في الاخر تقارير الصحفية بتقول ان نص او تنة تربع لعيبة الصبخات الجديدة دي هيتم الاستغناء عنهم في الصيف طب جبتهم ليه ودفعت لهم فلوس ليه بيتقرر ان احنا دفع لهم مش عفرو بعمية مليون جنيه ليه من الاول ليه طالما هو العب بنفس اللعيبة ضاف اتنين تلاتة ولا هو افترة احنا كجمهور زمال اكتعبنا عمنا لا بهاجم ادارة ولا بهاجم مدير فني ولا بهاجم حد انا عاية اشوف فريقي بيكسب وبذكر مرتاح لان احنا مش نادي قليل زهقنا وتعبنا زهقنا والتمكن بلعب نادي مركز 17 على الدوري مع كامل احترام ليه واكسبه 1-0 بالصدفة يبقى انا عندي مشكلة كان معاك اخوك وصاريخك عمرو عاطف من قناة صفحة صاحب الكورة اشوفك ان شاء الله في فيديو كديد السلام عليكم